حول تفاصيل هذا الموضوع أسعد باستضافة أستاذ سوفيان ياسين مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر حاضر معي في السوديو نقشة طبعا هذا الموضوع لهم بك سيد الكريم وشكرا لقبولك هذه الدعوة شكرا لكم برهات الاستضافة جميل طبعا نريد أن نقدم صورة واضحة لهذه التظاهرة باعتبارها الأولى من نوعها في الجزائر خليني نقول في الجزائر العاصمة وطبعا أولى لمهرجان الجزائر للرياضات ما بالنسبة لنا أولا وقبلك نشكركم على هذه الاستضافة ولا هذه الثانية حتى يعني نعطيه صورة للعامة للناس فيما يخص هذه العملية اللي أردناها أن تكون عملية نوعية هذه يعني هذا مهرجان الرياضات اللي راح بينا يكون محطة على غيرار كل يعني عواصم العالم اللي عندها محطات يعني تعتني بالرياضة اليوم لأنه ما يخفاكمش بالرياضة اليوم أصبحت يعني استثمار في الصحة العمومية كذلك حنا بالنسبة لنا يعني كان مجهود جبار وكبير جدا على مستوى جزائر العاصمة فيما يخص تهيئة بعض الأماكن لأصبحت اليوم هي تستقطب العائلات وكانا حبينا عن طريق هذا نتملوا هذا المجهود وكذلك نعطيه يعني حياة تانية لهذا المرافق واسترجاع المرافق العام كما رك تشوف يعني اليوم هذا المهرجان يعني مهرجان أولا وقبل كل شيء مهوسي منافسة ولكن هو يعني ثاني حالي كل المواطنين والمواطنات سبعة إلى سبعة وسبعين سنة أنهم يروحوا يكتشفوا هذه الأماكن ويشوفوا ما هي الفرص المتاحة حتى يعني تكون عندهم ممارسة رياضية لتخدم صحة العمومية بالدرجة الأولى وكذلك يعني حتى هذه الأماكن يعني تصبح يعني تستقطب هذه العائلات ونعطيها يعني كما يقولوا حياة أخرى بالنسبة للأنشطة المبرمجة لدينا أكثر من سبعين نشاط رياضي أنا نقول نشاط ما نقولش منافسة رياضية حتى الناس يعني تفهم بالليسي على بورتيت والمون الهدف منها أولا إشراك المواطن وأنه يكتشف هذه الأماكن والمواطن هنا ما يجيش يتفرج بلك ولكن يقدر حتى هو يعني يكون مشارك ويكون مساهم بطريقة يعني كما يقولوا إحنا يا ميدانية كذلك يعني التقطير رح يكون بتقطير أكثر من ربعين رابطة متخصصة هذه الرابطات اللي هم أهل الاختصاص فيما يخص الأنشطة المعروفة والمتعارف عليها سابقا وكذلك بعض الأنشطة جديدة لأصبحت يعني اليوم محل طلب الشباب ما يخفاكمش كما نعطيكم على سبيل المثال اللي راهوا يعني نعرفه اليوم الفضاء اللي تم يعني تهيئتهم مؤخرا وهو فضاء باب زوار يعني وين تم إشراك حتى الحركة الجمعوية حتى يكون نزولا عن طلب الشباب اللي أصبحت عند النشاط نشاط يعني تعشارع اللي هو نشاط بدني بالدرجة الأولى وكذلك يعني يساهم بطريقة أو بأخرى أنه الفضاءات هذه تكون مستغلة من طرف هذا الشباب خاصة أنه يشوفوا لأصبحوا اليوم حتى لديسيبليل أولمبيك تلك باريزون بلو بريك دانس هدايا للفين وربعة عشرين رح يكون يعني كنشاط يعني معترف به عالمين ويكون نشاط رياضي بامتياز وتم يعني الموافقة عليها ودخل لجل 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 أولمبيك دانك هو كانت يعني الثاني حالة كان عاوضنا نرجع شويل لورا الأنشيطة هدوما الشبابنا عادوا يفوتونا وإحنا معلنا إلى مرافقتهم هذا كانت اللولة على مستوي لطهران وإن كانت انتلاق نشاط تحضير لجل أولمبيك باري باغتنام فرصة لجل ميغاتيرانيا وإن كانت شعارة حمدو لاري لباري نحن بالنسبة للمستوي لجل العاصمة شركنا هذه الحركة الجمعوية مع الإخوار اللي نشكرهم هم تعالى ديوياك اللي هم مكلفين بإنجاز هذا المشروع الهام يعني تم تنفيذ الميداني ونشوفها إن شاء الله هدم شباب رح نكتشف هذا الشيء عن طريق يعني ليزاكتيبيتي اللي رح ينفيه كما لبياميكس ليه كان مش معروف أصلا جميل ترى أنا أيضا في صورة أهم النشاطات مش منافسات كما قلت أهم النشاطات الرياضية اللي رح تكون مدرجة في هذه الطبعة والأهم المحطات أيضا التي ستكون فيها هذه الطبعة شوف إحنا بالنسبة لنا قبل ما هي أنشطة ما هي شيء غير رياضية هي مم أنشطة شبانية على سبيل المثال أنه حتى الاختيار تعني تلأماكن اللي رح تكون فيها هذه الأنشطة ما هي شيء اختيار اعتباطي أولا نكتلك بي إحنا بسيراميزون فالور بارابور ليفور دوليتا لندير في مخص تهيئة بعض الأماكن نذكر منها أولا سبيلت اللي رح يكون يعني بالدرجة الأولى مخصص لسبورنوتيك معنى هذلك حيكون يعني بالدرجة الأولى تمامي ما يخفاش أنه رح تكون أنشطة أخرى مرافقة كذلك على مستوى كذلك بنعكنون اللي هو يعني يعتبر مرفق هام جدا بعدما استفاد من عملية تأهيل وضع في المستوى اللي رح تكون فيها أنشطة ربما الناس ما يعرفوها شباريزون بي فواك هو يعني التخييم اللي رح الناس رح تبات تم لذا رح اكتشاف هذا الفضاء اللي هو فضاء عائلي بامتياز وكذلك يعني غابة في وسط المدينة لذا لاجه الناس يعني كان ربيطة متخصصة اللي رح تكون حاضرة وتخذي هذه الفرصة رح تكون حتى للمواطنين بانتفهم لذا كان بعض الأماكن الأخرى كما بارك دونيا اللي هو يعني حاجة خرق العدام ما تنميخفاك باللي احنا كان عندنا واحد النشاط الدولي هذا النشاط الدولي اللي كان عندنا يعني جاءوا الناس يعني يكتشفوا هذا المنطقة وهذا المكان اللي هو مكان رائع جدا برابور لأكتيبت بسكو يفهم ما ماس كنا بنحنا نباركو دو سنتي اللي هو راهم موجود اليوم مضمار صحي اللي رح يكون يعني ساني حكب يركب الكابير كذلك على باب زوار دون كذلك على البرج تتالح الراج تاواد الحراج اللي تم تهيئاتهم من قول الكواد الحراج عندو يعني عندو تقريب 32 كيلو متر يمبيسي كلاب دون ك يعني كي نحواج بزاف اللي رح تكون احنا حبينا نديره الميزون فالورتح والأنشيطة اللي رح يمتوفر كي نرابط اللي هو يعني نضعه تحت صرف المواطنين هو فيستيفال دي سبور تيري بوين دي زاد اللي يدخل فيه يمكن حتى أنه يسجل ويطلع على كل يعني كل يعني ما هو مبرمج بالباب التوقيت وباليوم لأنه ما يخفاكش باللي الفيستيفال تاني عنا يبدأ يوم 25 26 كيف اليوم المواطن جزائي الذي يريد أن يشارك يعني ما مش حيكون فيه عن طريق تسجيل وما إلى ذلك يعني يتوجه مباشرة إلى الأماكن و يتوجه مباشرة يمكنه أن يشارك يمكنه أن يشارك يعني قاعد نقولك سيدي بلاتو سيدي زادو يمكن يتنقل أيضا نحبر مختلف النقاط التي برمجتمها يعني باب الزوار الصبلات أو الحراش مرحبا بي مرحبا بي في مكان واحد يمكن يعني حتى تنقل يكون مضمون وإحنا مدى بين المواطنين خاصة للعائلات لأنه ندرك بالنسبة لنا هذه من الأكتيفيتين موجهة كنشاط يعني كما يقول وإحنا إلوستراتيف مدى بين الناس جيتوف الأنشطة ليمكن الاستفادة منها والهدف منها أن الأكتيفيتين هذا تقوى دائمة لأن هذه الفضاءات تم تهيئتها لهذا الغرض لأنه مدى بين الناس يعرفوا هذا من الثاني حالي رأي عندهم اليوم لأنه يمكن تكون عن طريق الركض ولا عن طريق المشي ولا استغلال الفضاءات نعطيكم على سبيل المثال لأنه في تنفيذ لتوجيهات سيد والي الولاية أنه تهيئت بعض المساحات عن طريق توفير تجهيزات خاصة وهي كما نقول بالنسبة لنا أصبحت موبيلي أورما على غير الكل واصم العالم أن المواطن يجي يمشي ويستغلها كما عدنا في الإصابلات لهذا نعطينا الورك آوت الورك آوت هو سيدزي كيب مودي ميسكولاسي على الليبر وإن الإنسان يجي في مجموعات على المستوى الفردي يستغل هذا الشي ويروح ويلقى تستحسن كبير خاصة على المستوى الإصابلات كما تعميمها كذلك على المستوى غابة بوشاوي وذلك نشوف حتى الفريقونسي عادة كبيرة دخل التعقاف للممارسة البدنية والرياضية في الوسط المفتوح وهذا الهدف الأول والأسمى منها وكذلك أنه في إطار تحول لتعرف مدينة الجزائر عن تاريخ المجهود تعدوله في مخصة هذه الفضاءات نحن حبينا الرافق هذا الشي وحتى المواطن تكون عنده سانحة أنه يكون عنده نشاط بدني ورياضي وحتى يساهم في مخصة عزيز القدرات حتى الجسمية والفكرية جميل في نقطة مهمة تطرقتم إليها لأنه في سنوات قليلة مضت المواطن الجزائري كان يستعمل المصطلح أنه حتى في الويكيند ولا في العطلة ما كاشوين طروح خاصة ما تحتو على العاصمة صحيح أن العاصمة اكتضت اليوم في عدد كبير من مقارنة بالولايات الأخرى فسكان العاصمة أكثر بكثير هذا الشيء اللي يفرض اليوم عليكم أنتم أو حتى كما تحدثتم على السلطات العمومية أن توفر لهذا الكم الهائل من المواطنين أماكن اللي أتسلية وأماكن اللي أتنزع قلنا بين المواطن كان يقول أنه ما كاشوين نروح لكن اليوم ضروري استغلال هكذا فضاءات وضروري استغلال من خلال التحضير وإعداد نشاطات مماثلة جزء ما احنا كنا فيه نشكرك على هذا على السؤال أنا نظن بلي اليوم يعني تم تكفل ما نقول بطريقة نهائية وكاملة لأنه طبقا يبقى دائما المتطلبات دائما أشوفوا حتى مما يخص الجانب الإنمائي لأنه هذا من النوفال وإننا نحاول الرافق بقدر المستطاع الرافق ونكونوا كما يقول لك نحنا مرافقين لهذا الشيء ولازم نوفره فضاءات للناس لأنه نعاود نقول بكري لكن اليوم أصبح مطلب ستونيسي سيتي اليوم مبقاش بكري ستونيسي سيتي الناس يعني حتى تسجل لأولادها ومستعدة حتى تدفع حتى أموال بها الولد ويستفيد بالنشاط البدني والرياضي هذا ذلك الكبير كما قلت عنده المساهمة وهو فيما يخص تنمية الفكر والجسد وكذلك في راحة الموطن هذب الفضاءات اليوم تم استرجاعهم هم فضاءات عامة على كل حال وين تم تهيئاتها خصيصا على غير أكبر دول العالم اليوم كما راك تشوف في الليسابلت الليسابلت يعني سيوي براتيك مو بلس دوسي كيلومتر راك تشوف يعني حواج يعني ممتازة جدا وين الناس يعني عادت العائلة تمشي عادت العائلة تطريد وين كين مجموعات وكين أفراد يروحوا وكين الويرك آوت كين كوسكي سبور نوتيك اللي عادت متوفر والبداية مشجعة جدا لأنه حتى الناس را يجيب طريقة يعني رائعة جدا كذلك يعني جوستا كوتيا كين الترفيه وكين ممارسة البدنية وريضا عن طريق الملعب يعني موجودة اليوم في ضيفة في الحراش أنا نظن بل ضيفة في الحراش لازم الناس تعرفوا تكتشفوا لأنه فيه يعني نظن بل رأي الفرصة تعلموا ممارسة البدنية تم هيلة لأنه فيه كما نقول لابريس دو يعني الحضور تعالنا وتالعائلات يشجعنا ولازم علينا نرفقهم ونوفرهم كل الفضاءات اللازمة وكذلك نجيب النشاط ونجيب الرابطة المختصة حتى تكون عندهم نبدأ ويشوفها يعينها يعني شوفها قدمهم ويش يوم الأنشطة البدنية كيفاش تنظم وكيفاش تمارس ومدى بنا نحنا كل مواطني والي يومين أنه يستغل هذا المرافق جميل أنه جميل أن تكون فيهم مرافق جميل أن تستغل لكن أجمل أن تكون فيها نشاطات مؤطرة خاصة من طرف هيئة مثل هيئتكم فبالتالي هذا شيء يشجع المواطن أيضا على الحضور ويشجع أيضا على أن تصبح عادة لدى المواطن الجسر بارك الله وفيك احنا هذا هو شيء احنا حبينا دائما عن طريق الفيستيوال هذا كمرحلة اولا قلنا ما كانش منافسات هذه نشاطات وقلنا التأطير احنا كنجيبه نقوله جبنا لليق هدوما هم الرابطات المتخصصة والمختصة وبعض الجمعيات وكذلك حتى البرتكولية لأنه بارفوات تلقى البرتكولية عنده فكرة يمكن تجسد ميدانيين وإحنا مدى بنا نكون احنا سدير اوتونكو بريك يولسور احنا نعاونوه ونرافقه بس دائما تبقى احنا توفير خدمة عمومية وهذا المواطن كي جي يلقى الأنشطة احنا ملذبين الأنشطة هذه تبقى أنشطة قارة بالنسبة للتأطير احنا ما هو شي تأطير يعني كيما يقولوا بها نديره منافسة هو التأطير بها نعطيهم يعني المعلومات الكافية واللزمة ويجب يشوفها ويمارسها مع أهل الاختصاص من بعد من بعد يقول لي يعني النشاط تعود يدخل في تقافة اليومية لأنه احنا هذه الفضاءات هي فضاءات عمومية على كل تي حال ما فيهاش قيود الإنسان يدخل يستغلها ولكن نحن بك يشوف انتر باتو يشوف انسير فاس والله انسيركو موش حارفو بس حاندي تفاهمو قال أولدي هذا مضمار صحي المضمار الصحي هاو طول انتعو هاو الناس كيفاش يجريو فيه بالنسبة للفئات عموية هنا يجري هنا يمشي هنا كذا هنا كذا يشوف لذاته لي هادو ما ممكن بعض الناس ما يعرفوهم شكما بعد يشوف يشوف بللي هذا الوركاوت يشوف فيه دي برينسيب كيفاش يخدمو كيفاش يدربو فهي لانك سابا دوني كمم الموتيفاشن سيبليمنتر برابور للمواطن ان شاء الله هنا مادة بينا نعاود نقول مرة أخرى لأن الرياضة اليوم أصبحت استثمار في الصحة العمومية نحن مادة بينا كل مواطن يخرج مرسي لأنه اليوم في الجنة أضرت على خمس مواقع من مواقع كين أكثر أمام يعني كين المجهود ليروين دار على مستوى البلديات وكذلك استشرف فيها للولايات عن طريق المخططات لأنها عرفت كما يقول لك دعم كبير من ناحية الإعلامية هي تخدم المواطن وتخلي له سيحة أخرى جميل هذا أردت قليلا خاصة فيما يخص هذه النقطة صحيح أنه مهرجة الجزائية لذات في طبعته الأولى مبادرة جميلة جدا وضروري تثمينها والاستثمار فيها لكن أردت الحديث قليلا في الأخير حول مديري الشباب والرياضة لولايات الجزائية حول أهم البرامج اليوم المطروحة بقوة فيما يخص طبعا نظرتكم واستراتيجيتكم من أجل تطوير هذا القطع والاقتراب أكثر من المواطن وأن يستفيد المواطن مديرية شباب والرياضة كمديرية تنفيذية تنشط في إطار برنامج عامل على مستوى وزارة شباب والرياضة وعلى كذلك على مستوى ولاية الجزائية التي لديها نظرة فيما يخص التكفل بالمواطن خاصة في الجانب هذا نحن كمديرية تنفيذية لدينا برامج هادفة ونقول لك ما ما نعطيك سبيل المثال لا للحصن أنه شهر رمضان تم تستير برنامج برنامج عنده شقين الشق الشباني والشق الرياضي الشق الرياضي نحاول وقدر المستطاع أن نبتعده على المنافسة لأن المنافسة عندها تنظيم خاص عندها اتحاديات خاصة ومتخصصة في إطار بطولات رسمية هذه اللي عندها رزنامة وعندها مقننة كما ينبغي خلوها في طابحها الرسمية نحن بالنسبة لنا الهدف منتعنا الأول والأخير والأسمى أنه نلم أكبر عدد ممكن من المشاركين والمساهمين والمواطن أن المواطن هذا يصبح أن الممارسة رياضية تبقى لا تدخل في تقافته كذلك نطفر بعض الفضاءات وحاولنا قدر المستطاع أن نخرج من العامل الكلاسيكي معناه على مستوى المؤسسات القاعدية الداخل حابنا نروح ونكستراميروس وهذا الشيء اللي شفناه في رمضان حاولنا قدر المستطاع أن ننترجمه ميدانين أن الخروج يكون للساحات العمومية ونظن باللي يعني يلقى استحسان كبير فيما يخص النظرة الاستشرافية عن تاريخ المعرجان هذا حابناه يكون يعني كانتلاقة كانتلاقة أنه تكون الأنشطة موجهة لعامة الناس وين نحن الهدف الأول تعني نحن بالمواطن هذا ما يبقاش سبيكتاتور ما يبقاش يتفرج برق ولكن يولي أكتور حتى هو يلتوش على الاكتيفيتة فيزيك إماما الاكتيفيتة بجونس بسكو كما هذا نحن قولناه قبلها أنه لا يقولنا منافسة سيأتي ويأتي 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 لأجونس ويأتي لأجونس لأجون فرانتير هذه الموجهة لفئة عمرية صغيرة حتى الأقل يولف بالنشاط البدني يعود يعرف الفضاء يعود يعرف المكان ونحن عن طريق الشاب تجي العائلة عن طريق الطفل تجي العائلة نحن يعني قبلها قلت لك فيما يخص الفيستيفال هذا من سبعة لسبعة وسبعين سنة ما عندناش قيود لا سنية ولا عمرية جميل نشكرك شكرا جزيلا واتمنى لكم التوفيق بسيد سيافي أسين مدير الشباب ورياضة الولايات الجزائر وننجح هذا المهرجان ونتكون طبعات أخرى إن شاء الله ونتعمى مع المساوى الوطنية إن شاء الله بارك الله فيكم شكرا